أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استكمال شحن 189 ألف طن قمح ما بين قمح روسي وروماني وأوكراني وأضفت الوزارة أن هذه الشحنات ستصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة لافتة إلى أنه تم بالفعل وصول شحنة قمح بكمية 126 ألف طن موزعة ما بين قمح فرنسي وروماني وأكدت الوزارة انتظام سلسلة الإنذاذ من الأقماح المستوردة المتعقد عليها من المناشئ المتعددة بما يعزز الاحتياطي الستراتيجي من القمح